احتفالا باليوم العالمي للنوم شارك مئات المكسيكيين في أول قيلولة جماعية بساحة النصب التذكري في العاصمة مكسيكو سيتي ودعا مركز النوم وعلم العصاف في المكسيك إلى هذه القيلولة الجماعية تحت شعار الحق في الرحى والمسواء بين المواطنين في الحصول على قسط كاف من ساعات النوم لحمايتهم من الضغوط النفسية المتزيدة نتيجة الالتزامات الاتصادية وزيادة نسب التلوث في العالم وسط ضغوط اقتصادية متزيدة قرر المكسيكيون لفت نظر العالم إلى أهمية النوم من خلال قيلولة جماعية أقاموها أسفل النصب التذكري بالعاصمة مكسيكو سيتي وتهدف القيلولة الجماعية التي نظمتها حكومة المكسيك ودعا إليها مركز النوم وعلم الأعصاب إلى تسليط الضوء على أهمية النوم الكافي ومنح الجسد وقتا للراحة اللازمة فاستجاب لها المئات المتوقون للحصول على قصة من النوم وافترشوا الأرض حتى غروب الشمس علينا أن نطالب الشركات بحقنا في الحصول على استراحة وخاصة الشركات التي تطالب بالعمل 24 ساعة في اليوم ولا تعطيك فرصة لتناول الطعام أعتقد أنها تجربة جيدة للحصول على قصة كافي من الراحة المناسبة ويطالب المكسيكيون بالمساواة في الحصول على العدد الكافي من ساعات النوم ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية فقد تم إدراج المكسيك على أنها الدولة الأكثر إرهاقا في العالم وذلك بعد مقارنة ساعات العمل بين عشرات الدول في جميع أنحاء العالم وهو ما سيبحث فيه البرلمان المكسيكي خلال فصله التشريعي القادم لتقليل ساعات العمل في شركات القطاع العام والخاص من 48 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة لحماية المواطنين من الضغوط النفسية المتزايدة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد نسب التلوث في العالم